علمني رمضان دروساً قبساً من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن هبت نفحات فتعرض لشذاها تغنم رمضان هبت نفحات فتعرض لشذاها تغنم رمضان علمني رمضان دروساً قبساً من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي مجدداً بكم في برنامجكم الرمضاني هكذا علمني رمضان لنقف على درس جديد نتعلمه من هذا الشهر المبارك كلنا يعلم أهمية الوقت فالوقت هو أساس الحياة فأعمارنا هي أوقاتنا وحياتنا هي أوقات أيضاً ونعبد الله في الوقت ونتعلم وندرس ونعمل في ظرف الوقت دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني ولعظم الوقت أقسم الله جل وعلا به في كتابه الكريم في أكثر من موضع فأقسم الله بالضحى وبالليل وبالعصر وبالفجر ومن أعظم الدروس التي نتعلمها من هذا الشهر المبارك نتعلم استشعار أهمية الوقت وقيمة الوقت ومكانة الوقت ويعزز لدينا أهمية تنظيم الوقت واستثماره فنحن نرى أن المسلم يتعلم في هذا الشهر أنه يمسك في وقت محدد إذن هذا دلالة على أهمية الوقت هناك وقت لا بد أن تمسك فيه لو أكل الإنسان لو لقمة واحدة أو لو شرب شربة واحدة بعد دخول وقت الفجر وهو عالم وعامد لبطل صيامه ولذلك نتعلم أهمية هذه اللحظات النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فيتحرى الوقت الذي يمسك فيه وكذلك نجد أن الصائم أيضا له وقت محدد يفطر فيه فلا يفطر قبل هذا الوقت حتى لو كان بلحظة أو بثانية واحدة يقول عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم فنجد أن الثواني والدقائق في هذا الشهر لها أهمية بالغة أنا أقول لا أقول الساعات بل الدقائق والثواني لأن كل لحظة تمر عليك في شهر رمضان لها قيمة عظيمة لأن الحسنات مضاعفة والأجور مضاعفة فما تعمله في هذا الشهر يختلف في الأجر عما تعمله في شهر آخر غير شهر رمضان نجد أيضا أن الناس منه يتمام بالوقت يتحرون دخول الشهر وخروج الشهر وكذلك نجد المسلم في رمضان ينظم وقته بين الصلاة وقراءة القرآن والقيام وتفطير الصائمين والأعمال الصالحة وأيضا العمل الوظيفي أو الدراسة إذا خلال هذا الشهر نعتبره مدرسة لمدة شهر نتعلم فيها أهمية الوقت والحرص على الوقت وتنظيم الوقت واستثماره استثمارا أفضل فما أجمل أيها الإخوة والأخوات أن يستمر إدراكنا لأهمية الوقت ومحافظتنا عليه واستثمارنا للحظاته حتى في غير رمضان لأننا سنسأل عن هذا الوقت يوم القيامة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه فستسأل عن عمرك وستسأل عن مرحلة الشباب تحديدا ماذا عملت وماذا قدمت لنفسك في هذا العمر والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لاستثمار أوقاتنا وأن يتقبل صيامنا وقيامنا ألقاكم في حلقة جديدة أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن هبت نفحات فتعرض لشذاها تغنم رمضان هبت نفحات فتعرض لشذاها تغنم رمضان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن